تنترق في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل فعاليات منتدى الاقتصاد المعرفي الثالث والذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمات دولية هذا ما أعلنه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن موعد المؤتمر مجيرا بأمية الاقتصاد المعرفي الذي حقق قيمة مضافة للدولة وساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي منتدى الاقتصاد المعرفي الثالث المزمع انطلاقه مطلع شهر مارس المقبل سيناقش مستقبل الوظائف والأعمال من منظور ثورة الصناعية الرابعة والذي سيحمل عنوانه بناء رأس المال البشري للاقتصاد المعرفية بشراكة مع منظمات عالمية وهذا سيكون في جلسة تكلم على الصحة تكلم على التعليم المبكر تكلم على ما يسمى بالمتطلبات الأساسية في هذا البناء والجانب الآخر المتعلق في الاقتصاد سيكون في متنافسية الأسواق المعرفية وهمية بناء الأسواق والصناعات المعرفية وأيضا ستكون هناك جلسة خاصة عن الأسواق الخليجية تعتبر هي مرحلة أساسية من مراحل تدعم في بناء الرأس المال البشري ضمن منظومتنا الخليجية التي نحاول قدر إمكان أن يكون هناك مشاركة دولية في هذا الإطار السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تحقق من المنتدى الاقتصاد المعرفي الأول والثاني وهل تم إيزالة أي تحضيات تواجه بناء هذا الاقتصاد الذي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني كان هناك كرسي الكويت المعرفة الذي كان فيه محرك بحث وقد أطلقنا محرك البحث وأيضا كان هناك البعثات ثلاثين بحثة بالتنسيق مع التعليم العالي المؤشر بالشراكة مع البنك الدولي أيضا هذا تم مفهوم الاقتصاد المعرفي التي تهتم به الدولة لا يقتصر تحققه على توفر أحد عوامله كالبينية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة بل هو منظومة متكاملة من العناصر التي من أهمها الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات التقنية العالية مروم حرم تلفزيون دولة الكويت